قال وزير شؤون الشرق الأوسط والشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية أليستر بيرت إن المملكة المتحدة قدمت 230 مليون جنيه للأغراض الإنسانية في العراق الوزير البريطاني وخلال مؤتمر صحفي في الموصل مع محافظي نينوى نوفا للعقوب أكد حرص بلاده لتقديم المساعدة للعراق في مجال إعادة الاستقرار والإعمار الحكومة البريطانية قامت بتوفير 230 مليون جنيه لدعم الحاجات الإنسانية في العراق منذ العام 2014 وأضفنا مؤخرا 14 مليون جنيه لدعم الاستقرار في مدينة الموصل المملكة المتحدة تعلم مدى حاجة الموصل للمساعدة في إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والإسكان وغيرها من المجالات نحن هنا اليوم نؤكد حرصنا على دعم المدينة وإعادة بنائها إن المملكة المتحدة تؤكد على ضرورة رفع الألغام والمتفجرات من الموصل ونحن نسعى من أجل تحقيق ذلك